اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله مستذكرا بالتقدير والعرفان إسهامات الأمير الراحل في تقوية العلاقات البحرينية الهندية وما تركه سموه من إرث غني من الإنجازات التنموية والحضارية على مختلف الصعود المحلية والعالمية خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وأحفاد الأمير الراحل تم استعراض مسار العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين والدور الذي لعبه فقيد الوطن في تأسيس شراكة استراتيجية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة قد أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية الهند الصديقة على مشاعرها وتعازيها في وفاة الأمير الراحل طيب الله ثراه وتمنيا سموه لدولة الصديقة المزيد من الرفعة والتقدم كما نوه سموه بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند وتعاونهم التاريخي الذي سجل نجاحات في العديد من المجالات ونوه سموه بإسهامات الجالية الهندية بمملكة البحرين في مسيرة التنمية والتطور ترجمة نانسي قنقر